في الذكرى الأولى للاحتجاجات التي أطاحت بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا تجمع ألاف المعارضين لحكمه في تظاهرة كبرى نددوا فيها بالعقوبات الدولية التي فرضت على مالي عقب الانقلاب كما طالبوا المجتمع الدولي بمد يد العون لمالي في محنتها بدلا من فرض العقوبات عليها فرنسا كانت قد أعلنت في وقت سابق تعليق عملياتها العسكرية المشتركة مع مالي كإجراء احترازي احتجاجا على الانقلاب وهو إجراء سيؤثر سلبا بشكل كبير على قدرات سلطات مالي في مكافحة الإرهاب الشباب المالي يطالبون بإنقاذهم في هذه المرحلة مالي ليست بحاجة إلى عقوبات مالي بلد جيد لقد أظهرنا تعاوننا مع فرنسا ودعمنا لها اليوم في مواجهة هذه المشكلة نطلب من فرنسا مساعدتنا وليس معاقبتنا يأتي هذا في وقت تنتظر فيه حركة الخامس من يونيو المعارضة والتي تضم أحزابا وجمعيات مدنية تعيين رئيس لجنتها الاستراتيجية شوغيل مايغا رئيسا للحكومة الانتقالية بعد اتفاق الحركة مع قائد المجلس العسكري الانتقالي عاصم جويتا على منح ممثل عن الحركة منصب رئاسة الوزراء في الحكومة الانتقالية الجديدة ورغم محاولات قائد الانقلاب اشراك السياسيين في ادارة المرحلة الانتقالية الا ان العقوبات الدولية لم تتوقف فبعد تجميد عضوية مالي في الاتحاد الافريقي ومجموعة الاكواس والعقوبات الاوروبية التي تزعمتها فرنسا اعلن البنك الدولي اقافا مؤقتا لمدفعات العمليات في مالي اشتركوا في القناء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة